اشتركوا في القناة مواد سامة هذا الضغموس هذا هذوك المواد اللي فيه كتشنو كتدير كتعطينا التيراب يعني الهورمونات دينا ما كتبقوش كيشتغلو بطريقة طبيعية طالما دوك الجليكوزي داس اللي كتكون عندنا ديال هذو الدغموس هذا في الداس دينا فبالزاف ديال الناس كيقولك وديخ دينا الدغموس عطانا نتيجة فالدغموس الاستعمال ديالو او الاعراض الجنبية ديالو ما كتبانش ديك الساعة كتبان من بعد ولكن المسألة اللي كانت عود ويامية في الميارة وخلنا اخدو الدغموس را ما كيحيتش داك المشكي نمشي واللالويفيغا اللالويفيغا اللي هدرنا عليها بزاف ديال المرات هذلالويفيغا اللي فيها اللالوين اللي فيها هذ المادة هذي اللي كتعطينا السرطان ديال الجهاز الهضمي وما زل كنأكد هذش ما كيبانش في شهر اللول ولا في شهر التاني هذش كيبان مع الوقت فاردوا البلد المسألة هذي اذا منين يكون عندنا مشكل في الغودة الضرقية مشكل في الهرمونات مشكل انه عندنا شي كورة او عندنا شي خالل في شي بلاسة في الدس ديالنا وخاصة النساء وكنزيد نأكد على النساء لان النساء واحد الباقة للهرمونات متوازنة راه يلاخذيتو شي حاجة ليتخربق الهرمونات ديالكم راه كتولي كتتطور في سرطانات التي لا يحمد عقبها فالنصيحة اللي غنقول الغودة الضرقية كانت تبعد دوة ديال الطبيب كانت شربه فوقتو وكني على يقين بان هذه الدوة هذا ان شاء الله غدي رجع الأمور كما هي وما فيش أعراض جانبية لاختنام الطريقة السليمة غدي تسولوني لعسل الضغموس عسل الضغموس ماشي هو الضغموس لان النحل كترعه على الرحيق ديال الأزهار ديال الضغموس هذيك مسألة اخرى لذا منيك تدخل البطن ديال النحلة فهي كي تبطل هذا المفعول ديال هذا السام هذا شي قدرها رباني يوم بعد كيعطيونا العسل اللي كيخرج ولي هو مزيان وما فيش مضرات غير هو عسل الضغموس والناس دائما كنأكد اللي كيكون عندهم عسل الضغموس وللي كيجنيوا عسل الضغموس كيعرفوا أنه كيصلح للدوة شنوه كيصلح للدوة كناخدوه معلقة صغيرة دياله في اليوم وما كنفوتوش عشرة أيام في الاستعمال دياله باش كنستفدو منه وش هناك عشبة أو مادة أخرى خطيرة لليوم كنتكلمو عليها معك دكتور عماد فهدو مجوج عشبات اللي كانوا يعني مهم منه كي تستعملوا في هذا المجال وكان أعشاب خرافانة احنا غادي نعممو وغادي نقولو الناس الأخوات لمرض بالسرطان أو الإخوان رهيشة في الجميع ممنوع استعمال الأعشاب ككل نهائيا إلا بعض الأعشاب وغادي نهضروا على هدو الأعشاب هدي من بعد لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة